كلمات المدوب الفلسطيني لدى مجلس الأمن ساومة أو التفاوض إن حقنا في تقرير المصير حق طبيعي وتاريخي وقانوني في العيش في وطننا فلسطين كدولة مستقلة حرة داد سيادة حقنا في تقرير المصير غير قابل للتصرف غير مرتبط بزمن أو توقيت حق أزلي دائم ومستمر لا يؤجل ولا يعلق ولا يسقط بالتقادم ومن المهم أنه لا يخضع لأي تحكم أو أي تسلط أو تشرط لا سيما من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال القوة القائمة بالتطهير العرقي القوة القائمة بالإبادة الجماعية القوة الاستعمارية المنهمك في طرد شعبنا عن أرضه ومحو هويته واستبدال ماضيه وتراثه واستئصال حاضره وحضارته واحصار مستقبله وآفاقه إن الشعب الفلسطيني لن يختفي ولن يندثر وإنه واقع وتاريخ لا يمكن إزالته مهما عتيت قوتها وجبروتها لقد بقي هذا الشعب الفلسطيني العظيم على أرضه ليس منة أو رحمة من إسرائيل بل صبراً وصموداً وأملاً وتضحية رغم الاحتلال والقهر والاستعباد والمحاصرة والمطاردة والتشريد والتهجير واللجوء لقد حذرنا مراراً من سياسة إسرائيل الاستعمارية في أرضنا والتي لا تعلنها على الملائف حسب بل أصبحت تتفاخر بها كما أننا حذرنا من غياب أفق الحل ومن مغبة تجاهل القضية الفلسطينية ومركزيتها وتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني المتزايدة والدعاء أن السلام العادل ممكن في منطقتنا بدون حل القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل ودائم السيد الرئيس لقد جئنا إلى مجلس الأمن اليوم في لحظة تاريخية فارقة إقليمياً ودولياً لتنقضوا ما يمكن إنقاذه نضعكم أمام مسؤولية تاريخية لإرساء أسس السلام العادل والشامل في منطقتنا وأمام الفرصة لإحياء الأمل المفقود لدى شعوبنا وأمام ترجمة التزامكم بحل الدولتين على حدود 1967 إلى فعل حقيقي ثابت لا يحتمل المراوغة أو التراجع والأغلبية العظمى من أعضاء المجلس ارتقت لمستوى هذه اللحظة التاريخية وانتصرت للعدل والحرية والأمل اتساقاً مع المبادئ الأخلاقية والإنسانية والقانونية التي يجب أن تحكم عالمنا بل اتساقاً مع المنطق وهنا نجدد عميق امتناننا للجزائر الشقيقة وللمجموعة العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز وللرئاسة المالطية للمجلس المخلصة والتي أدارت أعمال مجلسنا بحكمة واقتدار وكل من دعم طلب عضوية فلسطين وكل من صوت لصالح مشروع القرار وكل من صوت لصالح القرار وكل من صوت ضده تأثرت بالعاطفة والالتزام في كلماتكم وما أبديتموه من فهمكم لالألم الذي يعيشوا الفلسطينيون في اللقط الراهن وحييكم باسم الفلسطينيين والشعب الفلسطيني وقيادة الشعب الفلسطيني السيد الرئيس لقد قبلنا بحل الدولتين على حدود الفتسامية وسبعة وستين كرؤية دولية للسلام ولقد قدمت الدول العربية المبادرة العربية للسلام دعما لهذه الرؤية ولقد بنينا دولتنا بسباعد بناتنا وأبنائنا وبدعم وثقة من المجتمع الدولي رغم العراقيل والعقبات الإسرائيلية وانخرطنا في العملية السلمية بما يضمن مصالحنا الوطنية العليا والتزمنا بأسس التسوية السلمية والقانونية للصراع وما زالت القيادة الفلسطينية بقيادة السيد الرئيس محمود عباس ملتزمة بهذا المصار السلمي ونجدد مطالبتنا بنعقاد مؤتمر دوليا للسلام تحت رعاية دولية متعددة للأطراف يهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين ولكن السؤال يبقى هل من شريك حقيقي للسلام في إسرائيل؟ هل هناك شريك في السلام معنا في إسرائيل؟ تصر إسرائيل عبر حكومتها حكوماتها المتتالية على الاحتلال والقتل والحصار والتهجير والاستيطان كلها سياسات وممارسات منافية لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وتصب في تحقيق هدف واحد وهو القضاء على أي أمل بسيادة دولة فلسطين ووجودها كدولة قابلة للحياة إسرائيل ترى أن دولة الفلسطينية تهديد استراتيجي دائم لها وستفعل كل ما بوسعها لمنع سيادة الدولة الفلسطينية ولينفى الشعب الفلسطيني خارج أرضه أو ليبقى تحت احتلالها إلى الأبد ولكم بعد ذلك أن تحددوا من هو المحب للسلام ومن هو عدو السلام من هو المحب للسلام ومن هو عدو السلام من يريد إنقاذ أرواح الأبرياء ومن يسعى في الإبادة الجماعية إسرائيل لا تريد حل الدولتين لا تريد دولة فلسطينية هذه هي خطة إسرائيل التي وافق عليها الكنيسة ويعلنها أعضاؤه ومن دوبها في هذا المجلس وفي أي مكان في الأمم المتحدة وخارج الأمم المتحدة والتي يصرح بها أيضاً السياسيون والمسؤولون في الحكومة الإسرائيلية ولقد تفاخر بها نتنياهو كإنجاز سياسي لنجاحه في منع قيام دولة فلسطين وأعلنها في خريطته الوهم التي رفعها أمام الجمعية العامة في أيلول الماضي خريطة إسرائيل من النهر إلى البحر تعدم وجود فلسطين هذه هي خطة حكومته المتطرفة التخلص من فلسطين والفلسطينيين وهذا وهم ولكن للأسف رأينا كيف يكون الوهم مكلف للأرواح البريئة وهل تعلمون ماذا تحتاج إسرائيل لتنفيذ خطة الوهم هذه خطة طرد الشعب وضم الأرض هي تحتاج فقط المزيد من الوقت والمزيد من الحصانة والوزيد من الأرواح والدماء ماذا سيفعل المجتمع الدولي ماذا ستفعلون يا مجلس الأمن الدولي المعني بحفظ الأمن والسلم الدولي ماذا ستفعلون ماذا ستفعلون ماذا ستفعلون هل ستعطو إسرائيل الوقت الذي تحتاج لضم الأرض الفلسطينية هل ستعطوها الحصانة لطرد الشعب والفتك به هل ستعطوها الأسلحة لزهق المزيد من الأرواح هل ستعطوها حق الفيتو على حقنا في الوجود على أرضنا وعلى حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إن عدوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة ليست بالأمر الرمزي بل إنها أمرا في غاية الأهمية للفلسطينيين ولشعوب المنطقة في هذه المرحلة الدقيقة خطوة منتظرة منذ عام 1947 Some waited since 1949 until 92 We've been waiting since 1947 and we are in 2024 هي خطوة ضرورية نحو العدول عن الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ قرار التقسيم مرورا بالنكبة ووصولا إلى يومنا هذا هي خطوة ضرورية ليعود الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي وبهذه المنظمة وميثاقها ويعود الأمل في التسوية السلمية للصراع هي إحدى أحد صور تجسيد حقنا في تقرير مصير وهي تكريس لشرعية دولة فلسطين بشكل لا يمكن التراجع عنه من قبل أي طرف وهي حماية وصون لأرض دولة فلسطين حتى لا تقدم كهدايا أو تقسم كبقايا كما حدث إن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة هي استثمار في السلام if you want to invest in peace admit us to membership it's an investment in peace وانطلاقا له إن عضوياتنا الكاملة في الأمم المتحدة لا تنتقص من حقوق أي من الدول الأعضاء ولا تهدد أو تنفي عضوية أي منها كنا سواسية مثلكم جميعا لا نود أن نحل محل أي منكم نود أن ندخل ناديكم كأطراف على قدم المساواة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة وضعنا على طريق الأمل not to lose hope to keep the hope alive وإن عدم تبني القرار لن يكسر إرادتنا ولن يثنينا ولم يهزم عزيمتنا إن دولة فلسطين حتمية موجودة يرونها بعيدة ونراها قريبة وإنا لصادقون السيد الرئيس نحن من يعيش القهر والظلم ونحن أكثركم دراية بغايات هذا الاحتلال الظالم لأننا نعيشه وأكثركم معرفة بالحل العادل ونقول لكم إن وقت الحرية هو الآن تذكروا أن بعد نهاية هذه الجلسة هناك في فلسطين أبرياء يدفعون حياتهم وحياة أطفالهم ثمناً لغطرسة هذا الاحتلال الإسرائيلي وثمناً للمعايير المزدوجة وثمناً للإنحياز الأعمى لإسرائيل وثمناً لتأجيل العدل والحرية والسلام السيد الرئيس لقد تحمل شعبنا الفلسطيني ما لا طاقة له به من شتى أنواع التنكيل على يد المحتل الإسرائيلي ولعله أصبح واضحاً الآن أكثر من أي وقت مضى أن هذا الشعب العظيم لم ولن يتنازل عن حقه في أرضه رغم هول المآسي ومرارة الفقد وجسامة التدمير والنزوح لم يفقد شعبنا الفلسطيني إنسانيته فشعبنا الفلسطيني الآن يبحث عن بقايا الحياة ولن تجدوا من هو أكثر توقاً لعيش الحياة العادية كشعبنا في غزة غزة العزة غزة العظيمة بل أن بل أن شعبنا الفلسطيني كافة في كل أماكن تواجده يريد الحياة ويتشبث بها كسائر شعوب الأرض شعب يتوق للحرية والحياة الكريمة والعيش بسلام شعبنا الفلسطيني لن يختفي ولن يندثر ولم يكن يوماً فائضاً عن الحاجة إما أن تنصفوه أو تنصفوه وأن تمنحونا حقوقنا أو أن تمنحونا حقوقنا وشكراً سيدتي شكراً للمشاهدة